بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحذير مهم جدا من وزارة الصحة لكل المواطني خلي بالكم الموضوع بيبعبارة عن ايه بتلاقي فجأة الجرس بيردنا عندك او بيخبط تفتح تلاقي فريق يقولك احنا من وزارة الصحة وتلاقي معهم كارنيه يقولك احنا معنا كارنيه هم من وزارة الصحة وبنعمل تحليل للفايروس بياخدوا منك مقابل مادي علشان يعملوا التحليل ده لكن في الاصل ولا هم تبع وزارة الصحة ولا هم لهم اي علاقة بوزارة الصحة وده كله عبارة عن عملية نظم خلي بالكم الكارنيه اللي بيبقى شايلينه زي كده بصوا معايا ده الكارنيه اللي بيبقى شايلينه يقولك احنا تبع وزارة الصحة والسكان وبنعمل فحص وجاجبين كشف كده وارقام ومش عارف ايه وترتيب وياخدوا فلوس بنانا على الكلام ده على سنة هم هيعملوا فحص للفايروس طبعا الكلام ده كله عاري من الصحة واول ما تشوفوا حاجة زي كده ما تياريت ما تفتعوش الباب اصلا او تبلغوا تتصلوا بالرقم ده اللي هو الخط الساخن 105 وتبلغوا فورا عن الناس دي دي يا جماعة بتبقى عبارة عن عملية نظم والمقصود بيها ان هم يلموا فلوس من الناس طبعا وزارة الصحة ما عملتش حاجة زي كده ونزلت تنبيه هام اهي تعانيقرا كده مع بعض تفاصيل خبر نفت وزارة الصحة والسكان اصلاتها بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ان فيه فرق بتمر على المنازل للكشف عن المواطنين وبتعمل اجراء تحليل للفيروس وده بمقابل مادي الكلام ده مالوش علاقة بوزارة الصحة عرغم ان هم بيستخدموا اسمه وشعار وزارة الصحة لكن ده كله نظم طلبة وزارة الصحة في منشور لها بتحريت دقة فيما يتم تداوله يبقى ياريت ناخد بالنا لو لقينا حد على الباب من الناس دي على طول نتصل بالرقم خلي بالكم ممكن يستخدموا الكلام ده برضو عشان تفتحوا الباب ويكونوا مجموعة او فرقة عايزة تقتحم المنزل ربنا يحفظ شعب مصر العظيم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وحاولوا تشايروا الفيديو ده علشان الجميع يأمن نفسه شكرا لحضراتكو والسلام وعيك طريقين